ميزة مهمة جدا انك تحتكب المريض من بدري في بيكون عندك خبرة وسكيلز اكتر شعبة تحليل طبية شعبة اسنان شعبة الطوارئ نسا وتوليد واحد فن صحي لو انت رتبت ليك الحق انك تكمل باكل ريو صدقني في قليلة العلوم الطبية او العلوم التطبيقية السلام عليكم اشتركوا سنوية عامة حبائبنا اخباركوا يقاربتكم بخير فيديو جديد من تاني ومعاكم اقولكم زيادة الحصارية بصراحة كده ما خبش عليكم الفيديو بتاعنا النهاردة انا ما كنتش هصوره بس جديد طلبات كتير جدا لازم تصوروا الفيديو ده عايزين نعرف اكتر عن فن صحي وفن طمريض انا قلت ما بديهاش نعمل فيديو في الاتنين مع بعض ومقارنة بين معحد فن صحي ومعحد فن طمريض بس اخدوا بالكو انتو اي نعم حبايبي وخدو الصغيرين بس ده مش بلاش لو انت او مرة تتفرج علي ما تنساش تغلت لايك في الفيديو ده واشترك في القناة اهم حاجة انا بقادي انت كنت على يوتيوب لطول الله وسنوائي على مطلوب الجامعات فاكيد اكيد اكيد القناة بتاعتي هتفيدك فعمل اشتراك لكن لو انت متابعني من زمان يبقى لازم تعمللي فول على انستجرام فيالله جاري دلوقت عالانستجرام عمله فول وعشان بنزبط مع بعض معايد الفيديوهات وبندردش مع بعض وبرد على كل اسئال اللي بتجيلي نخش في موضوع الفيديو بتاعنا النهار ده انيس كتير جدا انا لو قلت الرقم ممكن تتخضوا فوق الالفين ونصف بتقول عايزين نتكلم عن معهد فن طمريد ومعهد فن صحي طب احنا بنشتغل ايه منه ايه مميزات وايه العيوب فانا اقول لكم ما تقلقوش في الفيديو بتاعنا النهار ده ان شاء الله هنتكلم فيه مع بعض وهنعمل مقارنة كده ما بين معهد فن صحي ومعهد فن طمريد من حيث الوظيفة والشغل والتنسيق والفرس السفر وكل حاجة تخص المجالين ان شاء الله الحاجة اللي هنتكلم عنها ولكن مسلا المميزات بتاع فن صحي يبقى نخلصها كلها ونخش على مميزات فن طمريد بس انا دلوقتي هبدأ بمميزات معهد فن طمريد طيب في البداية كده اول ميزة لمعهد فن طمريد انها بياخد من شعبة علمي علوم بس مش بياخد من قدبي ومش بياخد من علم رياضة علمي علوم بس مش كده وبس كمان بياخد من طلاب سنوية للتمريد مش كده وبس كمان بياخد من طلاب سنو تمريد الناس اللي بتسمع عن سنو بعد الاعدادي بيخش ثلاث سنين بعد الاعدادية ويتخرجوا من سنة ثلثة سنوي تمريد بيخش بعدها اجباري على معهد فن طمريد يخش معه فنو التمريد سنتين يبقى كده اخدوا خمس سنين في مجال التمريد عموما تاني الميزة معانا وانا بصراح شايفها ميزة جميلة جدا لكل الطلاب هي اسر المدة الدراسية انت بتدرس في معه فنو التمريد سنتين بس سنتين وستة شهر امتياز يبقى كل توتل سنتين ونص طبعا سنتين ونص بعد سنة والحوار حلو جدا وبتتخرج وبتشتغل على طول نجي لتات ميزة مع بعض وناس كتير جدا بتسأل عنها وناس كتير اصلا بتخش معه فنو التمريد علشان الميزة دي الا وهي التكليف معه فنو التمريد ليه تكليف او لشغلة اساسي او ما بتخرج على طول واخد بالك واخد بالك بنقطة مهمة جدا 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 ليك شغلانتك وليك وظيفتك ان شاء الله بعد ما تتخرج في المستشفى بعد كالك معاش فليك وظيفتك ومكانتك وشغلانتك موجودة في زمن احنا عايزين في الفلوس عايزين في القرش فدي حاجة مهمة جدا بتميزها عن باية الكليات والمعاهد الا وهي التكليف او الشغل نيجي لرقم اربعة الميزة الاهم الى وهي تكملة كلية التمريد من معهد فنو التمريد ناس كتير اصلا لو ما جابتش مجموع الكلية بتخش معه فنو التمريد عشان تخش كلية بعدها طيب يا دكتور زياد ايه هي الشروط عشان اكمل كلية التمريد من بعد المعهد هقولك اهم حاجة زي ما تكون جايب امتياز في التقدير التراكم بتاعك على مدار السنتين في المعهد طبعا يا ريت لو انت مرتب على المعهد بتاعك كده كده بنسبة 100% ان شاء الله هتكون موجود في الكلية وهتكمل ايه بقى لو انت رتبت او جبت امتياز او جبت ادير كويس وبعد في التمريد ان شاء الله هتكمل كلية التمريد تخش على طول على سنة تانية في كلية التمريد لو تفتكر في اول الفيديو اني اتكلمت وقلت ان بيكون سنتين ونص لو ما حصلت شهر امتياز بس لو انت خطوا الطريق بتاع تكملة الكلية ايه بقى انت هتاخد اول سنة والتانية سنة مش بتاخذ شهر امتياز بالعكس خدت اول سنتين هتخش على سنة تانية كلية بعد كده تالتة بعد كده ربعة تخش الامتياز في خمسة بتاع الكلية يعني الامتياز بتاع المعهد انت مش هتاخده وتاخد ان شاء الله في الكلية مبتوع السنوية العامة نيجي النقطة مهمة جدا برضو هي ما تعتبرش ميزة او عيب يعني هي نقطة لازم تكون عارفها ان معهد فاني طمريد ده بقدرات لازم تكون عامل اختبار قدرات عشان تقبله طيب اننا متحن في المعهد لا مش تمتحن في المعهد تمتحن في الكلية لو انت نجحت في الكلية بقى بتروح المعهد بتاعك انت ناجح نقطة كمان مهمة جدا برضو وهي ان الدراسة في معهد فاني طمريد كلها بالانجليش وارد ان يكون في مادة او اثنين بالعربي بس الدراسة كلها باللغة الانجليزية اخر حاجة في الميزات اف النقطة المهمة هي ان المؤهل بتاع معهد فاني طمريد هو مؤهل فوق متقصد نخشه مع بعض على طول يلا على مميزات أه محاة فن صحي أول ميزة كده بس طلعه عن نبي إظهي ما قلنا في محاة فن طمريد على معاهة فن صحي إن معحاة فن صحي بياخد من شعبة علمي علوم وعلم رياضة سلطر طبعا ميزة مهمة جدا 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 ل των قول اهدى محاة فن صحي بخصوص عليك علم علوم وعلم الرياضة على عكس فن طمريد علوم بس وكمان معت فن صحي كده تحس قلبه كبير بياخد كل الناس زي ما اتفقنا مع بعض بياخدني علم علوم وعلم الرياضة مش كده وبس بياخد كمان من دبلوم او خريج دبلوم تجارة نجي لتاني ميزة معانا وهي هي اللي في معتفن تمريد في فن صحي هي مدة الدراسة ان شاء الله هتكون سنتين وست شهر امتياز المسافة هنا زي هنا بالزبط نجي للميزة التالتة كمان واللي موجودة في فن صحي وفن تمريد الا وهي التكليف المباشر او الشغل والوظيفة حاول تفكر كده في شغلانة او في حاجة جيب لك فلوس يبقى طبيعة هتفكر في معهد فن صحي او معهد فن تمريد نجي للميزة الرابعة والاهم في معهد فن صحي تقريبا رقم اربعة مهم جدا الا وهو انك في معهد فن صحي لو انت رتبت ليك الحق انك تكمل في باكلوريو استقني في كلية العلوم الطبية او علوم التطبيقية كلية العلوم الطبية او علوم الصحية التطبيقية اي ان كان المسمى بتاعها دي كده يعتبر الحلم بتاع معهد فن صحي زي ما كده كلية التمريد هو الحلم بتاع معهد فن تمريد او اي طالب يخش معهد فن تمريد حلمه ان يوصل لكلية التمريد لو انت فن صحي بحلمك انك تكمل لكلية العلوم الطبية مش كده وبس مش بقول لكم كمان ان معهد فن صحي كده قلبه واسع بياخد كل الناس متاح لك من معهد فن صحي ان شاء الله انك تكمل كلية التمريد بس بشرط من شعب التمريد لعلم علوم بس كمان نكون خلصنا اول اربع مميزات من مميزات معهد فن صحي نيجي النقطة مهمة جدا الا وهي ان الدراسة في فن صحي بالانجليش يبقى الاتنين زي بعض فن التمريد وفني صحي الاتنين بدروسوا بالانجليزي كمان المقاهل الدراسي بيكون مقاهل فوق متوسط زي معهد فن التمريد نسيت اقول لكم كمان الميزة الاهم في معهد فن صحي ان مفيش ليه اي اختبار قدرات خالص فن صحي ملاش قدرات على العكس فن التمريد يعني انت بتخلص سنوية عامة بتكتفي التنسيق كده معهد فن صحي وان شاء الله بيجي لك وبتخش من غير اختبار قدرات من غير فلوس دخول مفاجأة نسيت اقول لك ان معهد فن صحي توزيع جغرافي يعني ان تقدر تروح اي مكان في مصر في حين ان معهد فن التمريد توزيع اقليمي يعني ما ينفعش تروح مكان غير في المحافظة بتاعتك طيب وبكده كنا نتكلمنا عن مميزات معهد فن التمريد ومعهد فن صحي لو جينا نقارن كده على السريع من تاني الحاجات المتشبهة هي السنين بتاعت الدراسة كمان الدراسة بالانجليش كمان المقاهل فوق متوسط كمان الحاجة المهمة جدا هي التكليف او الشغل المباشر بعد ما بتخلص بتلاقي وظيفتك مستنياك وكان يوم زوالة المهنة لكن الحاجة المش متشابهة هي ان فن التمريد علم علوم بس لكن فن صحي علم علوم وعلم الرياضة مش كده وبس كمان بياخد من شعبة دبلومات التجارة طيب نخش مع بعض كده بقى على اقسام او هندرس ايه في معهد فن التمريد وبعد كان نخش على فن صحي بس اول حاجة مع بعض على معهد فن التمريد معهد فن التمريد مفيش فيها اقسام لكن معهد فن التمريد زي معهد فن التمريد باختصار كده نسخة مصغرة من كلية التمريد كلية التمريد ما بيكونش فيها اقسام بس يعتبر فيها زي شعبة عامة كده بتدرس فيها اقسام كتير جدا طيب بصراحة كده انا مش فاهم منك اي حاجة انت بتقولها يعني ايه اقسام وشعبة عامة وشعبة مش عامة والكلام ده كله انا هقول لك فنفترض مسلا انك في كلية اداب في حاجة اسمها اداب انجليزي اداب فرنساوي اداب لغة عربية اداب تاريخ اداب اه اي ان كان المسمة بتاعها اداب تاريخ غير اداب لغة عربية غير اداب مسلا اه فرنساوي كل قسم من دول ليه مجموع معين ليه حاجة معينة لكن ان شاء الله هتدرس في معهد فن التمريد طب باطفال بطنة وجراحة انسة وتوليد نفسية مسنين والمسنين وطب باسرة وكل الحاجات اللي هي علاقة بين مجال الطبيب مش كده بس انت بتدرس جزء نظري وكمان جزء عمل دي وبتحتك بالمريد وبتنزل تشتغل في المستشفى من سنة اولى في المعهد دي ميزة مهمة جدا انك تحتك بالمريد من بدري فيكون عندك خبرة وسكيلز اكتر طيب نيجي بقى الاقسام معهد فن صحي اللي شوية ممكن تكون شبه كلية اداب مش شبه كلية اداب في الدراسة لا بالعكس انا بحط لك تشبيه كده عشان تفهم يعني ايه اقسام عندك في معهد فن صحي تقريبا حوالي اكتر من 9 اقسام عندك شعب التحليل فني اشعة معاون صحي شعب التحليل طبية شعب اثنان شعب التوارئ نسا وتوليد كمان شعب التركيب وفني اشعة نفس الكلام لو انت دخلت مثلا شعب التحليل الطبية يبقى بلاكش في الحق انك تدرس في شعبة مثلا اثنان او في شعبة مثلا اشعة الشعبة اللي انت بتخشها القسم اللي انت بتخشه وانت بتتخرج عالدرجة بتاعته بس عالعكس المواحد فني طمريد بتدرس كل التخصصات وبتتخصص في الاخر طيب يا دكتور زياد كلمنا كده شوية عن المجالات او الاقسام بتاعت فن صحي وبتلع منها ايه اول قسم القسم مهمة جدا هو قسم التحليل الطبية بس تشغل في عمل تحليل مش كده وبس وبتتوظف كمان مش كده وبس وكمان بتتوظف في شركات الكيمويات طبعا بيكون اخي الصيق معامل وتتوقف كل المعامل بيكون فهم كل حاجة تاني قسمة معانا والقسم ده مهم جدا ودائما بيكون عليه طلب كبير جدا الا وهو قسم الاسنان او التراكيب القسم ده بيعتمد على الفن شوية كده او لو انت اجواج فنان يبقى هتطلعها في قسم اسنان او شعب التراكيب ازاي انا فنان اقول لك ازاي انت لازم تكون عارف النحت بيكون ازاي اكيد انت مش متعلمها قبل كده بس انت هتعلم كل حاجة في المعهد اللي ناحتي بتشوف السنة بتنحل التراكيب بتاعتها بتشوف السنة دي طولها قد ايه والمقسات بتاعتها وبتتخرج من الشعبة دي بتكون فهم في كل حاجة ليه على لقبة بتراكيب الاسنان قسمه مهم جدا برضو معانا اسمه قسمة اشعة مين فينا مراحش اي مركز اشعة او كده لا حد بيعمل الاشعة داخل ريج ايه داخل ريج معهد فن صح بيكون فهم الاشعة ماشي ازاي نجد نتكلم عن نقطة مهمة جدا وهي الشعبة الجديدة اللي معنا هي شعب التمريد الشعبة دي انت بتخصص فيه في مجال التمريد هي بعيدة شوية عن معهد فن التمريد بس انت تدرس تمريد لو انت فوقت فيها لك الحقيقة انك تكمل قليه التمريد يبقى ميزة كويسة جدا لمعهة فن صحي انك ممكن تكمل كلية التمريد من شعب التمريد او ممكن تكمل كلية علوم صحية تطبيقية حبا يبنا بتوع علم الرياضة في قسم اسمه فني اجهزة طبية القسم ده بيكون خاص باي حاجة دي علاقة بصيانة الاجهزة وازاي بتشتغل والاقسام دي من اهم اقسام الهندسة الطبية مهمة جدا جدا ودمغة حلوة كذلك كمان ممكن لو انت في وقت تكمل منها لكلية هندسة المتاح لطالب علم الرياضة طبعا غير اقسام الطوارئ والنفسية والتوليد في معهة فن صحي محد الشيء لا مش معنى كده ان معهة فن صحي احلى من معهة فن طمريد الفكرة بس ان معهة فن صحي الاقسام بتاته بتكون ايه تنسيق داخلي يعني ايه تنسيق داخلي انا هقولك ازاي فلنفترض مثلا انا هرجع مثلا بالتنسيق القديم بتاع الفين وعشرين وتسعتاشر وتمنتاشر فلنفترض ان معهة فن صحي مثلا مثلا اخد من خمسة وتمانين كحدة ادنى تمام يبقى شعبة اسنان ممكن تاخد من سبعة وتمانين في المية شعبة اشعة تاخد من تمانية وتمانين شعبة مسلا تمريد تاخد من خمسة وتمانين بالزبط شعبة بتاعت علم الرياضة تاخد من تسعين ده المقصود بالتنسيق الداخلي في حين ان معهة فن وطمريد فلنفترض مثلا على التنسيق اللي فات او اللي سنين اللي فاتت ان معهة فن وطمريد برضو اخد زي فن صحي من خمسة وتمانين يبقى كل اللي جاي بخمسة وتمانين في المية هيخش فن وطمريد مفيش فيها بقى اللي جاي بسبعة وتمانين هيخش كزا لا انت كده كده تدرس كل حاجة فن وطمريد بقى اللي مجموعة او بتاع الحد الادنى للمعهة الفن وطمريد يبقى كده ممكن ان يكون بسطنا شوية يعني ايه الاقسام اللي موجودة في فن صحي الاتنين حلوين جدا طيب نختف رجلنا على السريع كده عند معهد فن تمريد ايه هي المميزات بتاعت فن تمريد كمان او ايه الفرق بينها ما بين كلية التمريد الفرق بين كلية التمريد ومعهد فن تمريد او معهد فن صحي بشكل عام ان لو انت عايز وظيفة وتشتغل وخلاص وثلوس حلوة يبقى اخش معهد فن صحي او معهد فن تمريد لكن كلية التمريد بيكون متاح لك شغل وظيفة وبريستيش كده اولاد اجتماعي مختلف عن الناس دكتور تابيتا شوكاي وزيرة الصحة السودانية خريج كلية التمريد زي انا بالزبط لكن معهد فن تمريد مش بيكون متاح ليه خالص انه يكمل دراساته عليا او ماجستير او دكتوراه حاجة مميزات كمان هنا وهنا ان فرص الصفار بتكون متاحة جدا للاتنين طيب نيجي الحاجة المهمة بقى وهي التنسيق طريقة تنسيق معهد فن صحي بيكون من كام وفن تمريد بيكون كام محد شيء لا خالص فن صحي وفن تمريد غالبا بيكون قريبين جدا من بعض ان شاء الله تنسيق الفين افنين وعشرين معهد فن صحي غالبا غالبا هياخد من ستين في المية لخمسة وسبعين في المية هيتراوح ما بين ستين لخمسة وسبعين في المية ان شاء الله ان شاء الله مش هيزيل عن خمسة وسبعين معرفش ممكن يقل عن ستين في المية ولا ما يقلش على حسب الاعداد اللي راح المعهد الفن الصحي. احتمال يقل بس انا بقول لكم ان شاء الله غالبا يعني من ستين لخمسة وسبعين انت كده في الامان. طيب معهد فن تمريد هيكون من كام? برضو نفس بس معهد فن تمريد ممكن ينزل شوية ياخد من خمسة وخمسين في المية لحد خمسة وسبعين في المية. كل انا بقوله ده يعني مش مش قرآن. الكلام ده ممكن يتغير عادية لحسب التنسيق. ممكن يزيد ممكن يقل بس انا بجيب لك المتوسط اللي ان شاء الله ممكن يحصل بالنسبة كبيرة. ادخل وانت متطمن وان شاء الله هتدعيلي. بس كده فيديو النهاردة خلص اتمنى يكون الفكرة بتاع الفيديو نهاردة وصلتكو. عارفنا الفرق ما بين الفن صح والفن وتمريد. بس اقول لكم حاجة مهمة جدا. لو انت لسه جديد ما تنساش اهم حاجة. لايك الفيديو ده. واشتراف القناة والفعل زر الجرس. وفوضوا عن الاستجرام عشان ان شاء الله بنتكلم مع بعض واندردش ونعرف مع الفيديوهات ونزبطها مع بعض. ان شاء الله الفيديو اللي جاه يكون تحت عنوان نختار كلياتنا على اساس ايه بالزبط. محدش ان شاء الله يفاورت الفيديو ده يكون يوم الجمعة يوم السبت اي ان كان ما نشوف. بس كده فيديو النهاردة خلص محدش ينساش اشترك في القناة وفوضوا عن الاستجرام واشوفكم ان شاء الله في فيديوات تانية وشكرا.